موسيقى مرحبا بكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من جدل عراقي جدل عراقي ينقش اليوم الوضع السياسي في العراق وحل الأزمة بأزمة موسيقى حل الأزمة بأزمة وهي معادلة لا تحدث إلا في العراق ربما رحبوا معي بضيوفي كل من الخبير القانوني الأستاذ كاذم الجحشي ينضم معنا هنا في الستوديو وأرحب أيضا بعض ائتلاف دولة القانون الدكتور عمران الكركوشي سينضم معنا عبر سكاين أبدأ مع الأستاذ كاذم أولا مساء الخير أهم النقاط التي سجلتها كقانوني على جلسة البرلمان التي حدثت بالأمس نعم تحية إلك ستاد أنس وإلى قناتكم الكريمة وإلى الأخ العزيز دكتور عمران حقيقة يوم أمس كان نسمي دخول البرلمان للدورة الخامسة نتاج نتاج انتخابات أجريت في العراق بغض النظر عما في يوم من الأيام كنت آني أمامك أيضا من هنا وكنت مقاطع للانتخابات إذا تذكر جنابك قبل الانتخابات أنا كنت مقاطع لهذه الانتخابات لأنها فاقدة لشرطها وشروطها ولكن عندما هاي الانتخابات طلع الناخب من أهلنا السنة وطلعوا الناخبين من أهلنا الكرد وعبروا عن رأيهم وجزء من أهلنا الشيعة عبروا عن رأيهم وقالوا كلمتهم وطلعت هذه الأصوات هذه الأصوات فهنان أيضا كان لدي بعض الشكوك ولكن عندما حسمت جدل بالمحكمة الاتحادية وهي المحكمة العليا اللي يجب علينا أن نحترم واني دائما أكرر في اللقاءات نحن أنا كرجل قانون يجب أن نحترم القضاء وخاصة المحكمة الجنائية العليا حيث حسمت الجدل بالدعوة الأخيرة اللي قامها الأخوة في الإطار التنسيقي حسمت الجدل برد الدعوة إذن لا يسعنا إلا أن نقول للأخوة الفائزين واللي شاء البارحة دخلوا إلى مجلس النواب مبروك عليكم الفوز ومبروك عليكم تشكيل الكتلة الأكبر الكتلة الأكبر والكتلة الأكبر حقيقة اللي صار عليها جدل لأن داخل قبة البرلمان عندما أحد الأخوة من الإطار التنسيقي أعلن أنه يمتلك 88 هذا حقيقة مع جل احترامي إليه هو مخالف للقانون بس وقدم ورقة بناء على سابقة نعم نعم هاي الورقة اللي قدمت بناء على سابقة في عام 2010 فكان يعتبرها عرف ولكن الوضع الآن تغير ليش الوضع تغير نحن نتعامل بالقانون الوضع تغير لأنه صار قانون انتخابات بالمادة 45 حسمت الجدل المادة 76 حسمت جدل مقدما زيان الكتلة التي قبل دخول قبة البرلمان ولا يجوز التنقل بالمادة 45 لا يجوز التنقل بين نائب ونائب داخل مجلس النواب إذن الكتلة الأكبر هي التي دخلت إلى مجلس النواب يعني البارحة كان إذا تسألني البارحة هل كان الإطار قانوني بحث والتشكيل قانوني بحث والفرز والترشيح نعم قانوني بحث 100% ولا يوجد جدل عليه وأيضا أعود إلى أنه حسمت هذا الجدل المحكمة العليا المحكمة الاتحادية العليا طيب الانتخابات فعل ديمقراطي الفعل الديمقراطي إنعكاسه يجب أن يكون أيضا ديمقراطي الأجواء البارحة كانت توحي بأننا في ديمقراطية بصراحة هذا يعني هذا المسرحية أو المسرحة لما حدث داخل قبة البرلمان أستاذ أنس حقيقة العراق ما متعود على الديمقراطية أنت ذا تشوف أنا كمراقب كمراقب ومتابع إلى برلمانات تشوف البرلمانات شون يدخلون نفس الترتيب ويمكن بعض أضبط من عندنا واحد شاي البيدة ميزان واحد شاي البيدة صليب واحد شاي الكذا واحد لابس فدشي يعني البارحة ما بيها شنو مثلا أعطيك الكفن الكفن اللي يلابسي الأخوة الصدريين شنو التعبير ماله التعبير نحن سنقف بوجه الفاسدين مثل ما وقف الشهيد الثاني محمد صادق الصدر رحمة الله عليه بوجه النظام السابق هاي تفسيرهم وتعبيرهم هذا تفسيرهم يقول لك إحنا لبسنا الكفن وقوف بوجه الفاسدين الأخوة التشرينين عندما صعدوا التكتك من ساحة التحرير إلى عبورا بالجسر نزولا بالنفق وصعود على الجسر يقول لك إحنا عبرنا الجسر قبل شنو ما نقدر نعبر الجسر هس عبرناك نواب نمثل صوت الشهيد التشريني هاي وجهة نظر محترم للتشرينين بغض النظر أن احنا نشوفها مسرحية نشوفها كذا ولكن هذا ليش ما نعتبره جودي مقراطة الأخوة الكرد كانوا لابسين الزي الكردي ودخلوا إلى قبة البرلمان حقيقة إحنا الآن اللي استاءت من عندها حالة الفوضى والضجيج وضرب السيد محمود المشهداني بهاي الطريقة هاي معيبة هاي معيبة هذا عليه كلام آخر هاي معيبة نعم هذا يؤاخذ البرلمان الجديد على هذا الموقف أمام دول العالم هاي معيبة طيب دكتور عمران الكركوشي أرحب بك من جديد سيدي الكريم هل أن الأجدى طبعا هذا أخذنا الرأي القانوني والذي يتعامل بالثوابت والأرقام والمنطق والمواد القانونية لكن هل أن الأجدى أن تستمر العملية السياسية في العراق وفق الأطر العددية للفائزين أم أن تأخذ إطارها عبر التفاهمات السياسية يعني بين قوسيا هل اليوم أنا لأن أمتلك هلقد عدد مقاعد أقدر أحط فرضياتي إحنا ما زلنا إلى الآن في ديمقراطية فتية لا والله في طفولتها ربما تفضل أحييك وأحيي ضيفك العزيز وجمهورك الكريم بس أنا أعترض على من الموسف أيضا من الموسف والموكي أنه ضيفك العزيز يعني شبه الأخوة المعترضين أمس أو الموجودين في البرلمان أنه مشبههم بالله صدام حسين أعتقد هذا تشبيه شوية لا لا عفوا دكتور مو شبهت جناب الأخوة بالإطار التنسيقي فسرت أنت حضرتك فسرت ارتداء الأخوة فسرت ارتداء الكفن عفوا أستاذنا دكتورنا العزيز دكتور عمران فسرت فسرت أنه يحارب صدام حسين ونظام السابق يعني حتى وأنت لم تقوله ولكن يتفسر بهذا المعنى حقيقة هذا أجل بإخواننا الدعاة وإخواننا المجاهدين وإخواننا الذين حاربوا الإرهاب وحاربوا سقطوا صدام حسين أنهم يتشبهون أو يحاول أحد أن يحشرهم في هذا الجانب ثم لا تسمح لحضرتك والسيارة الأخوة العزيز المقدمة وأصلا مشكلة الوضع السياسي في الأراق هو ذنب الجميع الكل يشتركوا في هذا الذنب إذا كان هناك من ذنب وبالأمس كانت الجلسة حقيقة يعني مع الأسف يبدو أن هناك انقطاع بين النسق السياسي والنسق الاجتماعي في الأراق حقيقة ويبدو أنه والأخوات السياسيون يعيشون في عالم مبتور وكما تفضل أيضا للأخوة العزيز الضيفة وقال أن هناك بعض التصرفات توصل إلى مستوى البوس السياسي والبوس الديمقراطي هذا جهاز التعبير أنه يكون هناك اعتداء بالضرب على شخصية محترمة وكبيرة في السن أقل لها حتى لا يمحترم مفهوم السن بين قوسين وبالتالي وعرج على أسؤال حضرتك الكريم ما حصل بالأمس أيضا كان دليل دامغ على أنه لا يوجد شيء اسمه أغلبية هناك توافق فالتوافق هو الذي أنتج جلسة الأمس كان توافقا سنيا 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 كرديا كرديا مع الأخوان في التيار وبالتالي أطاحها من أمس بمفهوم الأغلبية وبدأت الآن تظهر إلى العلن الاتفاقيات السرية والاتفاقات المعلنة وغير المعلن في أن تكون الجلسة وبداية العملية السياسية بهذا المستوى يبدو ذلك أسقط مفهوم الأقام التي تتحدث بها حضرتك الآن وأنا قلنا أنه بمجرد أن ينتخب أي رئيس الوزراء فكل هذه المشاكل المتعلقة بالانتخابات والكتلة الأكبر والأصغر والمشاكل القانونية والاختلاف على من هو الكتلة الأكبر والأصغر كلها تنتهي وتبدأ المسيرة دارة الدولة أنا بالتقديري الآن ولدت العملية السياسية بشكل مشوه شوهت نفسها وشوهت صورتها أمام العالم وبعد أن تقادي هذا المسرح وكما حضرتك أو وصفتها بالمسرحية السياسية كان يراب لها أن تكون بهذا المعنى وبهذا الصورة بهذا الشكل بتأثير قوة أقليمية والدولية تريد الأراضي أن يبقى في مساحة خاصة ومستوى خاصة بالإدار السياسي والإجتماعي والأخلاق حقيقة نعم الإطار عندما أعلن نفسه كتلة أكبر وقدم 88 اسم هل كان على حق دكتور عمران؟ يعني إذا رجعنا إلى عام 2018 تجد نفس العملية جرت بتقديم الأخوة أنا أعتقد أن يقدمه إلى أن ذاك رئيس السن كان من الأخوة الأكلاق على ما أتذكر يعني وراح أقبال اسمي الآن بنفس الطريقة يتقدم الجلسة الأولى في الأول التي تدخل البرلمان وليس بعد انتخاف رئيس مجلسي يقدم إلى ميكلي السن وهذه موجودة بعد قليل أرسلك أنا المحضر الذي قدم في عام 2018 وطلو علي حضرستك ويسايد الكريم الضيش نعم نعم ما حدث لرئيس السن أمس يعني من اعتداء لم يكن حضاريا استاذ كاظم نعم استاذ كاظم يعني بكل المقاييس ربما نقلنا إلى العالم صورة ليست جميلة عن العراق هذا ليس شكلا حضاريا اليوم في ربما تغريدة للسيد أثيل النجافي اقترح بطريقة ربما فيها نوع من التهكم مع احترامنا طبعا وتقديرنا لمقام السيد رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي اقترح مخرج طوارئ قال عليك أن تستعد وأن ترتب الأمور على مخرج طوارئ إلى أن الأمور وصلت إلى الضرب ونخشى أن يصبح هذا فيما بعد تقليدا نعم استاذ أنس بس أعرج على عجالة على كلام أخي الدكتور يمكن أن افتهم كلامي غلط بالعكس قلت مع احترامي للأخوة في الإطار التنسيقي وكان قصد وهم قالوا التيار الصدري عندما سئل أحد النواب ليش لابسيني الكفن قال احنا مثل ما لبسه السيد الشهيد في ضد النظام السابق يعني نحن مو قصدي أنا داعي كلامه بس أنا قصدي أنه هاي الظاهرة الفعالية اللي قاموا بيها مثل ما قاموا بيها التوك توك قام بيها التشرين ظاهرة طبيعية يعني احنا هستحوف هاي سوي هاي الظاهرة ولكن المعيب المعيب أنه يصير الضوضاء والضجة والشعارات الشعارات الغير مبررة يعني أنت جاي المجلس النواب لتأدي اليمين حتى شعارات غير مبررة شعارات على مستوى واحد شعارات تشرينية عاشد تشرين المجيد هاي ما لها داعي واحد يقول الأخوة في التيار الصدري يقول شعاراتهم الدينية أو العقائدية هاي ما لها داعي احنا جايين للمجلس النواب جايين كنخبة نواب الريد نشرع قوانين شعبنا تعبان شعبنا محتاج منعدنا تشريع قوانين هذا اللي أقص دقاني زين هاي من ناحية من ناحية أخرى عرج الأخ الدكتوري يقول سابقة 2018 سابقة 2018 نعم أنا أيد كلامه ولكن هاي قبل ما يصدر قانون الانتخابات أيضا أكرر صدر قانون الانتخابات بالمادة 45 هاي انتهت بعد صدر قانون ده يقول لك المادة 45 حسمة الجدل وصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا حسم الجدل وأيضا الأخوة في الإطار التنسيقي قدموا مشكورين اللي جئوا للقضاء قدموا دعوتهم زين أنه مظلومين أنه كذا بمظلوميتهم بأصواتهم طعنوا بالانتخابات رادوا إعادة الانتخابات صدر قرار من المحكمة برد الدعوة إذن نحن الآن أمام احترام القضاء القضاء مستقل احترام القضاء يجب ماذا نفعل الآن ماذا نفعل نتحارب يجب أن نشكل الحكومة شعبنا تعبان والشارع ما يتحمل حقيقة آآ 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 آ� دائماً أقول إحنا حقيقةً بالبداية قلت لك أنا أنه حكومة راح أصير هم يطالبون حكومة أغلبية ولازم تمشي حكومة أغلبية هذا ما راح يصير لازم يصير حكومة توافقية ويصير توافق بيها على أقل تقدير هم عدهم مناصب عفواً عدهم مقاعد الأخوة في الإطار التنسيقي عدهم مقاعد زيان أنتك راح تطيهم مقاعدهم زيان هم ما راح يقبلون هل هم إحنا ما نعرفاني ما أعرف من خلال ضيفك الكريم الدكتور عمران هو يمن الإجابة شنو ما شرح شنو اللي راح يصير هل هم راح يروحون للمعارضة إذا يروحون للمعارضة فأبشر قانوناً كل عشر نواب من عدهم يقدرون يستجوبون وزير يعني أيضاً موقفهم جداً قوي داخل المجلس كل عشر نواب إذا يقدرون حتى يقدرون يفشلون الحكومة ماك واحد يروح بهاليوم يروح ينفرد بهذا القرار زيان كل عشر نواب يستجوبون وزير زيان هم عدهم مش قد نقاءة هو المتوقع يعني وفق الأحداث الحالية وفق ما جرى لا يمكن تكهنا إلى أين سيذهب الإطار لا تنسى أن المشوار ما زال طويل جداً من أجل اختيار حكومة لكن تكهناتنا عن وضع الإطار ربما جاوبنا عليها دكتور عمران الكاركوشي دكتور عمران الإطار الآن إلى أين سيتجه؟ ما هي الوجهة؟ وهذا سيبقى موحداً هذا أولاً؟ ثانياً اليوم كان هناك لقاء بين السيد الكاظمي والسيد هادي العامري ماذا تتوقع وراء هذا اللقاء؟ البرواز الذي قدم إعلامياً يقول لحل الأزمة السياسية التفاهم من أجل حل الأزمة السياسية لكن ماذا تعتقد خلف ذلك؟ يعني السؤال الأول طبعاً لا أعتقد الآن بهذه اللحظات وطبقاً لمتغيرات اللحظة والآن مجرأة الأمور لا يوجد خيار أمام الأخوة بالإطار التنسيقي إلا أن يعززون حجاتهم الداخلية طبعاً لأنه الآن هم أي تفكك سيتفرد بهم الآخرون وحقيقة يجعلهم جذاذة وبالتالي أعتقد هناك في هذه اللحظات تأكيد من الأطراف كافة وأنهم يجب أن يشاركون في الحكومة ويشاركون على مستوى التنفيذية والتشريعية في الإدارة في العراق وهذا حقيقة لازم أساسية لكل اتفاقاتهم وتسريحاتهم ولا يوجد أي رغبة بشكل أو بآخر بين يذهبوا إلى المعارض لأن المعارض معناها نكوس عن الواجبات والمسؤولية تمام جماهيرهم ومنها أنا أجاوبك إلى السؤال الثاني تعلمون أن العملية السياسية ليست مبثورة عن واقع العراق الاجتماعي كما تفضل أخي العزيز أولا نحن لدينا التزامات الاجتماعية والجمهور الإطار التنسيقي سواء كانوا 80، 90، 70، 50، 40، 30 مهما كان عددهم هؤلاء انتخبوهم قطاعات الاجتماعية كبيرة فبالتالي هذه القطاعات الاجتماعية تنتظر منهم فأي محاولة يعزلهم معناها تحاول أن تعزلهم اجتماعيا وبالتالي يتعرض المجتمع إلى تصدعات عميقة وبالتالي ممكن يحصل إلى صدامات اجتماعية قوية نعم لكن أستاذ عمران لا تنسى أن الإطار أو بمجرد ظهور النتائج من المحكمة الاتحادية باركها وبارك للفائزين يعني لم يتخذ خطوة أخرى من أجل أن يحافظ على وضعه وعلى نسقه وبالتالي هو ينظر إليه الآن على ربما على واحد من اثنين إما أن يحافظ على وحدة الداخلية كما ذكرت وهذا الأمر مكلف وصعب لأنه سينعزل باعتبار أن الغالبية ذهبت مع الطرف الآخر والشيء الآخر هو أن ربما يتفكك هكذا هي الفكرة يعني إذا سمحت لي يعني يبدو من تاريخيا مواقف سيد دولة القانون سيد المالكي زعمال إخواننا في الإطار التنسيق بشكل عام يبدو أن مواقفهم غالبا أثبتت نجاعتها ومصداقيتها نحن أحيانا ممكن أنه وين ننظر حتى لو كانت واقعية سياسية أحيانا ننظر حتى بعين الواقعية السياسية أنه الأخوة الآن هم ما خسرانين هم الآن يعني دعكة الموضوع عن الانتخابات والأرقام ولكن هناك هو لا يستطيع أحد أن يعزلهم أقلها على الصعيد الأمني إخوان في الإطار لديهم يمثلوا قطاعات أمنية ضخمة يمثل نحايد الشعبي الفصائل المسلحة يمثل مدلات اجتماعية قوية زعامات سياسية قوية وبالتالي أعتقد هم ما يخافون أنه ينعزلون ولا يمكن لأحد أن يعزلهم بالمطلق لأنه حتى لو عندك مكونة عندك كرسي واحد نايف في البرلمان ما يقدر أحد يعزلك بالمطلق وبالتالي أعتقد نحن لا نريد أن نذهب إلى التعاطي لعامل السياسية أعتقد حتى عميات انسحاب بالأمس من البرلمان إنما تدل على وجه الحصافة وموقف واضح وموقف واتق من نفسه طيب 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 أعطني تفسيرا لما حصل وكيف يكون إيجابي للإطار التنسيقي أن ينسحبوا أمس من تحت قبة البرلمان الانسحاب كان ابتداء أنه هو أخي وحتى يعني انسحابهم هل يعني سحب الشرعية من ما حصل مثلا لا 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 وأصلاهم انسحبوا الأخوة بالأمس كانوا يريدون أن يرسحوا المجال للمفاوضات حقيقة ومزيد من حوارات مع الأخوة في التيارة والقوة السياسية الأخرى حسب المعلومات الواردة إلى في هذه اللحظات ولكن مع الأسف قطع الطريق على هذه المحاولة وجرى ما جرى بالأمس ويبدو أن مجريات ونتاج الدرس الأولى أعتقد كما قلت حضرتك ستكون هناك طريق طويل سيكون حقيقة مليء بالمطبط وأنا دائما في أغلب حارثات يقول يبدو أنه نتاج هذه الانتخابات لن تعمل طويلا وعلى المستوى أقلها موقع بمتوسط ويعادل يعادل تشكيل العملية السياسية في الأراق نعم أعود لأستاذ كاظم أستاذ كاظم يقال أن العملية السياسية حتى وإن مضت في الإطار الحالي الأغلبية التي دعا إليها السيد مقدار الصدر وربما تسير عليها الآن بعض القوى السياسية يقال أنها لن تعمل طويلا وهذا يعتبر جولة تتلوها جولة قد تكون للإطار بالعودة من جديد إذا ما فشل الصدر وفي تشكيل الحكومة نعم أستاذ أنس حقيقة أكمل ما اتطرق إلى الدكتور عمران الأخوة بالإطار التنسيقي يشغلون أغلب خلي نقول أغلب المناطق والمواقع الحساسة في مفاصل الدولة وخاصة أهم مفصل منها هو مفصل الحجد الشعبي اللي متواجد على السواتر والمتواجد على جبهات القتال هذا واحد اثنيا ما معقولة سيد الصدر راح يعزل الإطار التنسيقي ما معقولة ولا حد يعقلها ولا حد يتطرق لها زيان هاي واحد اثنيا ما معقولة أيضا ما يأخذون استحقاقهم هم عندهم استحقاق عندهم استحقاق انتخابه يعني حسب مقاعدهم ولكن اللي صار واللي سمعنا التغريدات سمحت السيد الصدر يقول أنه حكومة أغلبية حكومة الأغلبية يقصد بها أنه حكومة الأغلبية مو انفراد بالسلطة يعني قصد كلامه أنه احنا الفزنا بالأصوات احنا نأخذ المواقع وكذا وهم ننطيهم استحقاقاتهم الطبيعية هذا كان التفسير حتى عندهم أحد الأخوة القانونيين فسر هذا شيء زياد هنا بالنسبة للإطار التنسيقي الإطار التنسيقي يخشى حقيقة من أن يركن من البيت الشيعي يعني البيت الشيعي نشق الصف شق الصف البيت الشيعي إلى نصفين نصف يركن على الرف هذا مفهوم ولكن هذا حقيقة هنا نبقى الدولة الأيام نحن لا نعرف ما نعرف ما رح يصير يعني ما نقدر نتكهن ما السيد الصدر ما رح يسوي مع الأخوة السنة مع الأخوة الكرد ما رح تتوزع الكعكة لأن أيضا هي توزيع الكعكة أستاذ طيب دكتور عمران الكركوشي أريد أن أعود له سريعاً دكتور عمران هل تعتقد أن السيد الجحيشي هنا وصف الحالة كما هي أم أن الإطار لا يفكر إلا برئاسة الوزراء يعني هل الإطار هل تعتقد أن الإطار اليوم يقتنع بأن يكون مشاركاً في حكومة أغلبية لو كان مقتنعاً من الأساس لما حصل ما حصل ولما اختلف في الرأي مع باقي الشركاء الآخرين فما رأيك يعني يا أخي شوف هو يعني موضوع القناعات هي ليست يعني بالقناعات القناعات الصعبة ولكن على وجه العمو وأعتقد لدى الأخوة مهم أنهم يشاركون وكلهم مؤتقداً في العميلة الديمقراطية والعملة السياسية وفي دارة التولى والدارة التشريعية طبعاً لأنه يبدو ذلك من الجلسة الأولى أن هناك محاولات لسحق الأقليات يبدو هكذا ربما بعض الأخوة يفهموها أنها هكذا أنها محاولة لسحقهم الجمهور اللي طار التنسيق الآن قسمنا عند الجمهور وأنا توابع مع الوصول التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام لديه خشة من أن هناك اتفاق القوة الفازة أن تريد أن تسحق هذا الجمهور وتدمر الحاجة الشعبية وتدمر الإمكانيات وإقصائقات ويعني القسم حتى إلى تصفيتهم يعني هذا تدرون هذا المنطق صعب جداً أنه أنتكف موقف يعني حيادي منه طبعاً هذا يبنى عليها أن القواعد الاجتماعية هناك العشائر القبائل الطبقات الاجتماعية التي تغفر أطار التنسيقي بتاليات الثقافية هل هذا هو ما أشرت إليه قبل قليل دكتور الكركوشي حين قلت يخشون أن يتفرد بهم الآخرون يعني بالأمس جلسة البرلمان توحي بذلك يعني كان يفترض هكذا أنه يكون هناك توافق وكنا نتمنى من السيد الرئيس السن الذي بعد بعد الشيخ المبيض سيد السيد المشهداني وسيد الحلبوسي والأخوان كلهم الذين كانوا غيارات السياسية المفروضة بالأمس ما كانوا يكملون للجلسة بل كانوا يجب أن ينتظروا حتى تعود مرة ثانية لقول إطار إلى البرلمان إلى الجلسة ومعهم إخوان الحركة الكردية الأخرى التي مفصلت عن الأخرى ويرجعون أكثر 120 ناد يفترض هكذا يعني بادرة تؤشر وتثير الشكوك حقيقة لبعض كثير من الأخوة الذين أنا بلد أشوف نعتهم نوع من أدخل الرعب ربما ما في قلوب الناس أن هناك محاولات واضحة التي تتطرط ومحاولة السحق الآخرين الذين هم ربما ما حصلوا لا يحصلوا على مكان ما في السلطة فبالتالي ما حصل بالأمس مخيب للأمان ليس في الصورة العامة يعني مولي أنه طلعا مشهداني أو مثلا تخبوا فلان فلان لكن أدبيا كان يفترض أن تتوقف الحوارات وتتأجل حتى لو كانت تمتدر الليل أو تبقى الجسر بتوحي الثاني يوم حتى يقتنعون أطار أخوة في الأطار التنسيقي والأخوة الأكراد وبعض الأخوة المستقلين معهم ويقنعوهم القوى السياسية الأخرى ويعودون إلى البقاءة برلمان أما التعامل مع هذه القوى بهذا المستوى من التجاهل وكأنهم يعني ما موجودون أصلا وهذا حقيقة لا ينمع لأنه باستقبل عمل السياسي بالتجاهل صحيح ويبدو أن الأغلبية إذا كانت الأغلبية تتعامل بهذا المستوى مع الأقليات رغم أن نعتقد أنهم أقليات فبالتالي أعتقد إذا قد يشعر بعض الآخرون أن هناك مجزرة سياسية ستحصل في مقابل في السيد الكاركوشي إليك أستاذ كاغم وأنت أيضا خبير أمني هل تعتقد أن ما قد يحدث داخل قبة البرلمان اليوم هناك تصريحات خذ مثلا النائب السابق ومقر البرلمان الأسبق محمد الخادي رئيس كتلة بيارق الخير صرح قال أن الفوضة ستعم مجلس النواب في الجلسات المقبلة هل تعتقد أن شيئا من هذه الفوضة سينتقل لا سامح الله إلى الشارع حقيقة إذا ما تحرك العقلاء إذا ما تحرك العقلاء اللي هم قادة الكتل باتجاه أنه يقعدون لحل حالة الأمور حل حالة الأمور شنو مثلا يعني أنا ما ريد شنو حال حالة الأمور يتفقون على توزيع المغانم والمناصب لا المناصب توزعت وكامدت على الموجود ما موجود البارحة في مجلس النواب وإحنا اللي شفنا الفوضة الفوضة اللي إذا تتحدث عليها جنابك ويتحدث عليها الدكتور عمران صارت البارحة هاي أول جلسة هاي أول جلسة وصارت هيج فوضة زيان أريد أطمن طبعا على فكرة الفوضة الشكلية ليس الفوضة الإجرائية إجرائيا أنت خليل قانون ها هي البداية ها هي بداية الفوضة الشكلية الدكتور عمران نوه قال احنا عندنا جمهور نعم الفوضة الشكلية من يوهان النائب من يوهان النائب اللي عنده جمهور على الأرض وعنده قبائل وعنده عشائر مثل ما نوه الدكتور عمران هاي الفوضة رح تنتقل الفوضة من فوضة شكلية داخل كلامية داخل مجلس النواب إلى فوضة يا ستار إلى الشارع العراقي مناطقية حتصير مناطقية أو حتصير حزبية أو حتصير عقائدية أو حتصير تجمعاتية هاي نخاف من عدها ولكن أحب أطمن دكتور عمران حقيقة الأخوة بالتيار الصدري ما معقولة بهالدرجة من السذاجة حشاهم أنه يستهينون بالإطار التنسيقي ما معقولة يعني الإطار التنسيقي عنده أولا عنده عدة وعنده عدد وعنده جمهور وعنده سلاح زيان وموزع هذا السلاح على الحجد الشعبي ضمن المنظومة العسكرية وضمن خلنقولها بالعامية موجودين على أرض الواقع وبالشارع العراقي يعني مو تقول يستهان بهم أنه مو واحد اثنين وتقول له اسكت ويسكت زيان هسا اليوم احنا شنو لوجهة النظار وجهة النظار أنه مستحيل الصير مستحيل الصير هذا يعني يبقى هذا الخدش أو هذا الشق بالصف الشيعي مستحيل لأنه مقبلين على فوضى إذا تسألني إذا بقى تيتي احنا مقبلين على معارك مقبلين على معارك اخذها من عندي نعم نعم اخذها من عندي احنا كلاميا كلاميا الشارع شوية الشنج كلاميا بس كلاميا لمدة ساعة الشارع الشنج اتخيل إذا صدرت قرارات من مجلس النواب صدرت قرارات مثلا قرار أو تشريع قانون أو فتح الملفات مثل ما نوهوا الصدريين فتح ملفات فساد أو كذا أو كذا أو حل الحجد الشعبي طيب 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 لحظة لحظة إذا موضوع ملفات الفساد اليوم واحد مو فاسد نعم مو فاسد من شنو خايف استاد افتح لي ملفات فساد ايه خلأ شوف الفلوس ما العراقيين من راح ايه هذا احنا ملفات الفساد حقيقة هم ما خايفين من يخاف من ملفات الاطار التنسيقي ما خايف من ملفات الفساد واني سمعت اكثر من نائب قالوا هذا الموح قالوا احنا من خاف من ملفات الفساد ولكن عدهم عدهم في في اجندتهم خلنقول الحجد الشعبي خط احمر ما يصير ينظم الصدريين يقولون لا تغريدة السيد مقتدر الصدري يقول ينظم مع القوات الأمنية زيان حل الميليشيات يقولون التيار الصدري ايضا عنده ميليشيات يعني هاي كلها مناكفات بين طرفين بين قطبين وهم مذهب واحد وقطب واحد احنا كان في الامس قطب واحد زيان فهذا يأدي ب المن هذا الشق يأدي الى الصراع والتناحر وراح يأدي ويلقي بظلاله على الشارع العراقي من بغداد الى البصرة لأن حسب الغالبية السكانية ويعرف دكتور عمران شنو قصدي انه لازم يكون عقلاء العملية السياسية تنازلات من هنا تنازلات من هناك يعني مو كلها مو كلها التشنج لأن التشنج بالنهاية يؤدي الى دمار الشعب العراقي اكثر مما هو مدمر طيب طيب اعود للدكتور عمران دكتور عمران ائتلاف دولة القانون كيف ينظر الى هذه المرحلة بتجرد عن كونه جزءا من الاطار التنسيقي وباعتبار انه في النهاية يعود الى المرجعية الواحدة ويلتقي بها مع المختلف معهم الان انا اقول لك يعني في قبايا انت سألتني بدون تجرد وانا اقول لك اصلا المبادر الاساسية التي يعني انت تعلم حضرتك انه قلب المطار التنسيق هو دولة القانون وزعي دولة القانون المالكي المالكي هو شخص وامين عام لحزب الدعوة الاسلامية هذا حزب حقيقة من الصعب انه انت تتجاهل في تقييم الامور وهذا انا سألتك سؤالا مقصصا لاننا لا نتكلم عن دكان انتخابي نحن نتكلم عن حزب او تاريخ نعم والسيد المالكي يتحدث طبعا دائما وهذه معلومة يجب احنا ننبغي نعرفها دائما من غراء العام انه اغلب قرارات تتخذ في ادارة قيادة الحزب الدعوة الاسلامية وبالتالي هذا الحزب يعني برنامج الخاص احيانا حتى يعني موقف السياسي الذي يعطيه للقيادات ما يطلع طلعا برا يعني ربما اغرق هذه القاعدة وأقول انه هناك في كل البيانات والتوجيهات انه بالمقام الاول هو حفظ الامن الوطني الاراقي والسلم الاهلي الاراقي الحفظ الهوية الاسلامية الاراقية يعني الاتعاد عن كل عمليات التنابز بين القوى السياسية وهناك حق التجاه عارم وقوى داخل القيادات السواء في الحزب الدعوة والتلافة وحتى الاطار الى التقدير واحترام الاخوان في التهار الصدري بغض النظر هسا على المواقف المعلنة وهناك تعلمون يعني وشاة يعني هما اهل اهنة كلهم اهل واحد يعني ما نقدر واحد يفصل الواحد عن الاخرين وشاة اجتماعية وشاة منبع فكر واحد يعني سيد محمد محمد الصدر وسيد محمد باقر صدر كلهم هما المرجعيات التي يؤمن بهم كلهم من تهار الصدر والحزب الدعوة الاسلامية وبالتالي اعتقد القضية الجوهرية للحزب والدولة القانون والطار التنسيقي هي حتى لو تحدثت عن مفهوم الحاجد الشعبي ولماذا يصر الطار التنسيق على اهتفاظ بهذه القوة الاساسية يعني هي مو قصة هي مو قضية مبدئية بقدر ما هي قضية عملية يعني الآن في هذه اللحظة نتقدم معك نتكلم مع حضرتك والحاجد الشعبي يقاتل على تخم المحاوضات العراقية في شمال العراق وفي شرق ووسط وجنوب وتعلمون كما قال الأخ العزيز يعني الأبعاد الاجتماعية هناك هنا عدنا أكثر شيء وإن كان الحاجد الشعبي مكوم يعني قادر على يعني هو حقيقة صهر كل التكوينات والفسي فسال الاجتماعي والثقافي فيه تنتجد فيه المسيحي والصابي والسني والشيعي وأهل المدن وأهل الريف والسياسي وغير السياسي يكونوا موجودين فبالتالي أي وهو حقيقة يعني احنا مع الأسف في دنمعيب تاريخيا وسيكشف ذلك التاريخ أنه نحن نجي إلى أهم مفصل خلصنا من داعش وأكثر يعني جمعة أمنية وسياسية دافعت عن أراطوهم الحاجد الشعبي وننكل بهم ونجعلهم منهم ورقة للمسامة وإبن ساومة والنقاش والجدل على الطاولة السياسة أنا أعتقد هذا نوع من الفقر في الطروحات الاجتماعية والأخلاقية وفقر في الأخلاق السياسية وفقر في دظرة الإنسان لتاريخه ومجراءات الأمر من حوله أنا بالتقدير عملية التفريط بمراكز القوة هذه والتي يصل عليها دولة القانون وطار التنسيق وخاصة ما يتعلق منها بالحاجد الشعبي حقيقة هي تعتبر يعني مثلبة خطيرة جدا 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 وبتقدير إذا أتراجع إلى أن الحاجد الشعبي لا أبالغ ربما إذا ما قلت ستنهض القاعدة وداعش مرة ثانية وأعتقد هذه المرة يعني من الصعوب الوقوف بوجهها خاصة نوعي نعم 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 هذا كله يجري وفق الهوية الوطنية لنتفق نعم نعم طبعا طبعا نعم يعني لا سمحت لي بمناسبة أكثر للطروحات التي تطرحها الأطار القانون ودوث الأطار التنسيق والأخوة في دوث القانون وسيد المالك أطار قضايا ذات يعني وطني ما فيهم من الأيوم وحنا حتى يعني متداول بين الأطار التنسيق والأخوة في دوث القانون حتى حيانا يمكن أقول لك ملا مستوى التجريم من التحدث بالطائفية والقومية والعرقية في داخل بناء التنظيم وبناء السياسي هذا حقيقة من قضاء المسلمات الأساسية التي يجب أن يحترمها ويعلم الجميع أنه هناك إرادة قوية حقيقة له هذه اللحظة وأنا أحدثك حقيقة عن قرب مع الأخوة في دوث القانون في طار التنسيقي لحد الآن المتداول فما بينهم أنهم يحاولون أن يحفظوا وحدة الأراق ووحدة العمل السياسية وأن يكون لها نتائج من موسى وواقعية أقلها بمستوى التحديات التي واجه الأراق والتي ربما تمس نوعا مستوى المسؤولية تجاه بناء شعبنا نعم نتمنى هذا أن يكون أشبه برسالة إلى بعض السياسيين بعض السياسيين اليوم يخرج على الشاشر يجرح بالآخرين يتكلم عن الآخرين وكأنهم أقليات وكأنه وحده من يمتلك زمام الأمور في هذا البلد وكأن القرار قراره وحده وللأسف هناك من يسمح له بأن يتكلم هذا عموما أعود لي الأستاذ كاظم الجهي أستاذ كاظم هل أن ما حدث بالأمس يمثل بداية التغيير للنظام السياسي في العراق كما يرى بعض الباحثين نعم هذا يغير إذا ظل الأخوة في الصدريين والأخوة الكرد والسنة بتحالفهم هذا داخل مجلس النوبة وشكلوا الكتلة الأكبر على أساس الأغلبية الوطنية أو الأغلبية الكتلة الأكبر الكتلة داخل مجلس النواب يقول لك احنا نريد حكومة أغلبية حكومة الأغلبية إذا شكلت حكومة الأغلبية بالنسبة أن هي مجرياتها زينا حكومة الأغلبية تخلصنا من المحاصصات هي لأن احنا من 2003 إلى اليوم محاصصات هي حي حصتك حي حصتي حي سنة شيعة كذا 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 حكومة الأغلبية لا تعتمد على إطار الأغلبية الحاكم اللي أخذت أعلى الأصوات بالمقاعد اللي فازت بالمقاعد اللي فازت بأعلى الأصوات بغض النظر عن الأخوة بالإطار التنسيق أيضا فازوا وأخذوا أصوات من عدمها ما لعلاقة بهذا الموضوع أنا عندي علاقة بيش المحكم الاتحادية قالت كلامه وانتهى الموضوع طيب إحنا أخو مو نقصيهم يعني على الأخوة أيضا لأن هي إحنا أستاذ أنس العملية السياسية بالعراق من 2003 إلى اليوم يعني هس لو تخلي روحها كبروحها تريد تسويها أغلبية وطنية ما ترهم ليش من نتقسمها برايمر من نقسمها سنة شيعة كرد انتهى الموضوع أصبحت محاصصاتي تجي انت هس تريد تسويهم برايمر خلق لأزمة اللي يجوي بعدها خلقه لأزمة ظلوا متمسكين اليوم اليوم أستاذ أنس ظلوا متمسكين بهذه الأزمة طيب 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 على افتراض على افتراض أن هذا البناء الذي بني وعلى مرة السنة بني على التوافقية المحاصصة بين قوسين توافقية كانت نعم أجي أحل الأزمة اليوم بأزمة طبعا هاي مشكلة مو أزمة مشكلة كبرى مو أنا ما نستبق الأمور وأقول والله لا مو وقتها العراق ما بيحل صدمات هذا أولا ثانيا احنا حتشينا هواية عن السياسيين خلن نرجع لذواتنا خلن نرجع لذواتنا كشعل خلن نسأاني إعلامي وانت خبير قانوني وستراتيجي وستاذ عمراني ينسى أنه هو جزء من احنا بالنهاية عراقيين ونحتزم عراقيتنا احنا عراقيين هل يجوز يعني بعراق يعاني على الأصعدة كافة على رأسها المعاناة الاقتصادية وهذا الشبح الأمني اللي قال علي قبل شوية استاذ عمراني اللي طاردنا على تخوم بعض المدن هل يجوز أن نعيش كعراقيين كشعب ضحايا لهذه المناكفات التي تستمر لفترة طويلة وتأخذ من كل شيء منا تأخذ من اقتصادنا وتأخذ من أمننا وتأخذ من سكينتنا ومن اعتقادنا بأننا نعيش ما بعد 2003 في نظام ديمقراطي هذه حق للسياسيين أن يبقوا بهذا المستوى أن يعاملون بهذه الطريقة بصراحة هذه طريقة مذلة مذلة أن أنتظر حكومة بعد خمسة شهر أو ستة شهر مذلة أن أنتظر جلسة مجلس نواب تنعقد لو ما تنعقد ومنه الرئيس ومنه نائب الرئيس ومنه نائب رئيس الجمهورية ومنه رئيس الجمهورية هذه مشكلة بمنيتنا بمنيت الدولة وهذه المشكلة طرعت للأسف بعد 2003 وما ريد احنا نحبو بالمسار الديمقراطي المسار الديمقراطي يراد لخطوات جادة وواثقة وسريعة نعم أستاذ عمران أنا حشيت حرقة قلب مع العراقي لا لا شوف اسمحني أنا بس اسمحني وأجاب سؤالك لأخ العزيز الضيفك الكريم كان كلش محترم للطيف وأجابت أيضا جميل أراقي أنا بس أضيفت شيء أنه أنت قلت له يعني الديمقراطية وضحها أنا أقول لك أجابك على قضية الأساسيتين تتحكم في الديمقراطية في الأراق منقدر إحنا أولا لا نستطيع أن ننزع التجربة الأراقية عن امتداداتها الدولية أنا أشرق قضيتين الأساسيتين حصلت في سياق هذه الأيام يعني القضية الأولى المعتبر القمى الذي عقده بعد النعالة الدمقراطية قبل حوالي شهر أو أقل من شهرين هكذا هذه حقيقة تعتبر إعادة صناعة مفهوم الدمقراطية في الكوكب الأرض كله وليس في الأراق وحسب وأثارت جدلا ولا تزال المتابعين يعرفون طبعا داخل ولاة المتحدة الأمريكية وداخل نظام الرئيس المالية والتي تدعى أنها رائعة دمقراطية في العالم هناك عادة تضرب مفهوم الدمقراطية وأنا حقيقة من خلال متابعات لمواقع المراكزة بحاد الدراسات الأمريكية القرومات الفضائية الموجهة من أمريكا للعالم يعني وجده قرأت بعض المقالات التي تريد أن تطوي الدمقراطية التقليدية ويعادة صناعة المفهوم الدمقراطية وكأن ما تريد هذه المرة أن تخلط بين الدمقراطية والقسرية يعني هكذا يعني على سبيل المثال أضرب لك مثال هناك دعاة واضحة لإقصاء الإسلام السياسي وإنها وجوده لأنه يعتبرون الإسلام السياسي هو إسلام غير دمقراطي وإنما هو متطفل على الدمقراطية هذا هو تتنظرهم طبعا والذلك تم إقصاء في المغرب صارت لمشاكل وإقصاء في تونس الآن تلك تتعرض لمشاكل كبيرة بجناحيه الإسلام السياسي الشيع والسني إذا أجاز القول بهذا المعنى فالعراق لا يستطيع أن ينفد من هذا المفهوم ويخرج بعيدا وأعتقد ما جرى في العراق أنا أعتبر هو لمسة مما حصل من هذه التوجهات في العالم هذا الموضوع قضية الثانية تتعلمون أنه العراق هما يراد يبدو أن هناك إرادة واضحة إرادة بسبب تقاطعات الأزمات الدولية الآن في وظافة أوكرانيا في شمال في جنوب روسيا جمهوريات القوى قراز وضع مع الصين مشاكل إيران المفهوم النووي مشاكل فرطاق الشرق الأوسط نعم أعتقد الغاز والنفط ما شكل ذلك ذلك يفترض هكذا أنا من خلال الطلاعة البسيط أنه هناك إرادة أن يبقى العراق بمكوناته أزمة بالتالي أعتقد الآن على وكما قلت لك أعود كلامي كنت أتمنى من الذين أم بالأمس يعني تخبوا كزعماء هما مبسط يعني أمس لمصارح البوسر رئيس بردمان وزامي لناب رئيس والمبارو المفروض هؤلاء الآن يوارسوا دورهم على مستوى العراق ينزعون عنهم طائفيتهم وانتماءاتهم القبية والعرقية والآن ينزعون للشارع ويعلون ترتيب الأوراق الاجتماعية والأوراق الرئي العام يقربون المسافات يعني يحاول قدر مكان يبعدون تلاقضات من القوة السياسية حتى تعاد بهم البرلمان مهما كان من شكل سيء واختلفنا معه متفقنا معه ولكن يبقى هو الليبيئة التي تعكس جوهر النظام الولي الاجتماعي والسياسي والتقائف والعراق فبالتالي مع الأسف الشديد الغياب أمس غياب هذا الدور للقادة السياسية في الجلسة الأولى يعني ربما يستطيعون أنه يعني هم يعني يرحقون برك في هذه اللحظات وفي هذه الساعات لأنه مع الأسف من الأمس إلى هذه اللحظة هنا غياب لأي دور من هذه الزعامات التي يبدو أنها لا زادت تشعر بالخذر ربما السياسي الخذر القومي الخذر الأرقي والطائفي ولا تستطيع أن تتحاسس لأجمة الأراق الجوهرية التي تحدث عنها حضرتك الآن يجب أن نستنفروا بكائناتهم وطاقاتهم يأتي أصبح كل الأراق الآن في رقبة الحلبوسي وكل الأراق أصبحوا في رقبة الزاملي وكل الأراق أصبح في رقبة كل قائل السياسي وانتخب هو الآن يفترض أن يحملهم بالأراقيين سواء كان ناف سني أم شيعي أم صابي أو مسيح أو ما شاكل ذلك هذه الروحية نعم نتمنى سيد عمران نعم نتمنى أن نسمع الهلاهل والاحتفالات خارج قبة البرلمان في الشارع العراقي في الشارع العراقي الذي صبر كثيرا الذي تعب كثيرا الذي عانى كثيرا الذي نال الويلات ثم الويلات من الجائحة إلى بصراحة إلى الوضع الاقتصادي إلى بعض القرارات التي صدرت اقتصاديا وثلمت جزءا كبيرا من متقدرات الناس على رأسهم الكسب الفقراء ومن بعدهم أيضا الموظفون بدرجة أقل كنت أتمنى أن الوقت يكفي أكثر لكن هذا ما يسمح به وقت البرنامج أنا أشكرك جدا دكتور عمران الكاركوشي عضو اتداب دولة القانون كنت معنا عبر سكاي بن العاصمة الحبيب الأغداد شكرا جزيلا أيضا للخبير القانون استاذ كاظم شكرا جزيلا كنت معنا في هذه الحلقة ربما السوفت الهالية شكرا جزيلا هو حوار عراقي عراقي أشكرك جدا الشكر موصول لكم أحبة المشاهدين تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي آنس عبد الرحمن وتحياتي المخرج حسام أبو فاعور وننوه بأن حق الرد مكفول حتى نلقاكم جديد في أمان الله وحبا اشتركوا في القناة